إلى قطاع العدالة الآن حيث برمجت محكمة جنايات الجزائر استئناف محاكمتي قضيتي الطريق الصيار شرق غرب وسونتراك واحد على التوالي يوم التاسع عشر من أفريل والسابع من جوان المقبلين وسيشرف على محاكمة قضية الطريق الصيار شرق غرب رئيس المحكمة هلالي طيب بمساعدة المستشارين حمدوش أحمد والحاجم هوب سيدي موسى أما القضية الثانية المعروفة بسونتراك واحد فسيترأسها الرئيس رقد محمد بمساعدة المستشارين بحميد ناديا ومنصور حكيم وكانت القضيتين قد أجلتا أقول من قبل محكمة جنايات العاصمة خلال الدورة الجنائية السابقة بسبب غياب محامي بعض المتهمين في القضية الأولى والشهود في قضية سونتراك واحد